قالت الأمم المتحدة إن الهجمات العسكرية التي تشنها طائرات النظام السوري وحلفاؤها على شمال محافظة حمص تسببت بقطع الإمدادات والمعونات الإنسانية لأكثر من 120 ألف شخص يعيشون هناك مضيفة أن هناك احتمالا لحدوث مجاعة وكارثة إنسانية وفاة عدد كبير من المدنيين خلال الأسبوعين القادمين إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن